اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح حفاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام نرحب بفريق العمل عندنا اليوم في الاعتاد نور نزال وفي التنسيق عندنا ميرا لغفلي صبح جلال بالخير وأيضا المبدع المخرج عيسى سبيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي أرقام التواصل معنا حافظة أنها دكتورة ميسون الشعالي مسج على 4006 وأرقام التيلفون 600551414 موجودين لايف على حساب نور دبي إذن ما نبتدي دكتورة يعني فقراتنا بالفقرة الغذائية بتكون معانا إن شاء الله عبر الهاتف الدكتورة فاطمة درويش خصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي صبح جلال بالخير دكتورة صباح الخير دكتورة دكتورة فاطمة معانا على هو أو لا آه خلاص ما نمشي على الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية كانوا مركز زبيل السكري حصلوا على اعتماد الجي سي آي فما نتكلم على هذا الاعتماد صباحك الله بالخير دكتور صباحك الله بالخير والنور صباح الخير دكتورة أحمد صباح الخير مرحبا يا دكتورة شيخ بارك الحمد لله نحب أول شيء بارك لكم على الاعتماد الله يخليك نبغي نعرف بس أخبرنا عن حصول مركز دبي السكري على اعتماد الجي سي آي ما أهمية هذا الإنجاز بداية أحب يعني أرفع آيات التهاني وتبركات إلى معالي حمد الكطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وقطاع الرعاية الصحية التخصصية والمركز كذلك بحصول مركز دبي للسكري على الاعتماد الدولي للمرة الأولى ويعتبر هذا الله يبارك ويعتبر هذا الإنجاز الكبير للهيئة أن مركز متخصص لعلاج السكر بطريقة متكاملة وشاملة وفيها الاستمرارية وحمد الله نموذج تيم وورك هذا يعني من النماذج الفريدة عالميا حتى الحمد لله المقيمين اللي دخلوا وقيمة ويقولوا نحنا أول مرة يشوف ما شاء الله آلية عمال ونظام متكامل سواء من ناحية الطبية أو من ناحية تقنية يؤدي إلى سلامة والمرضى بشكل كبير ناشاء الله إنجاز جميل جدا دكتور أحمد دكتور ما هي المعايير اللي يجب على المركز الحصول عليها عشان يحصلها الاعتماد والله هناك في مجموعة كبيرة من المعايير والاشتراطات سواء من ناحية الإدارية سواء من ناحية الطبية فيها مؤشرات أداء في خطة يعني فيها مجموعة من المعايير لازم يشتغل عليها المركز يحقق فيها سواء سلامة المرضى من ناحية لا تمح الله العدوى لا تمح الله تعرضهم للإصابات دائماً في خطة بديلة سواء من ناحية الهندسية من ناحية التقنية من ناحية الطبية في مجموعة كبيرة ما شاء الله من الفرق الدائمة سواء على مستوى المركز أو على مستوى الهيئة فهمت الحمد لله في تحقيق هذا الإنجاز الكبير هي ماشاء الله دكتور تخبرنا شوي الخدمات اللي يوفرها مركز دبيل السكري خدمات كثيرة ومثنوعة وعلى رأسه هو يعني الخدمات المقدمة اللي مرضى السكري علاج الصمنة علاج الأمراض المزمنة وعلى رأسها الضغط الضغط وأمراض القلب والكليسترول والدهنيات وغيرها سواء للكبار أو للصغار يعني يعتبر أيضا مركز متميز لألاج الكبار الكبار بوجعام وأيضا لصغار السن المصابين بمرض السكري فالحمد لله يعني هذا السكب الموجود السكب الحمد لله فريق من نوعه في هيئة الحاجة الوبيت طيب دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف الخدمات اللي تقدمونها وأيضا مركز السكري دائما مميز وجميع المراكز اللي موجودة عندكم دكتور أحمد بن شلبان مدير التنفيذ لقطاع الرعاية الصحية التخصصية شكرا لك دكتور شكرا شكرا طيب اليوم عندي دراسة شوي غريبة بقراها يقول علينا جميعا أن نبكي أكثر وهذه هي الأسباب يشعر البعض مننا بالخجل من البكاء ويعتقد أنه لا ينبغي أن يبكي حتى لو كان بمفرده وغالبا ما نسارع لمسح الدموع محاولين التفكير بأشياء بناء أكثر علينا فعلها بدل ذرف الدموع إلا أن هذا التصرف حسب موقع كيرتو غير سليم على الإطلاق وفقا للعديد من الأبحاث العلمية يعتبر البكاء استجابة عاطفية طبيعية وضرورية للتوتر لا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان لذا سواء كنت تبكي أثناء عناقك لأحد أحبائك أو بمفردك فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تبكي أكثر يعني ثبت أن شعور الحزن والغضب كان أقل بين 85% من النساء و73% من الرجال عند البكاء تبكي النساء ينفسون فخلاص يروح السترس يطلع صبري الآن بتيت الأخبار العلمية النساء تبكي بمعدل 3 إلى 5 مرات في الشهر بينما يبكي الرجال بمعدل مرة في الشهر يبلغ يبلغ متوسط مدة نوبة البكاء لدى البالغين 6 دقائق يتم ذرف الدموع بكميات أكثر في الفترة من 7 إلى 10 مساء هذا عندما يكون الشخص مرهق الأبحاث تشير إلى أن هذا الريال اسمه بوليام فري هو عالم كيمياء وحيوية ومدير مختبرات أبحاث الطب النفسي في سانت بور رامزي الطبي يقول أن الأبحاث تشير إلى أن الإنسان يشعر بتحسن بعد البكاء لأنه يزيل المواد الكيميائية التي تراكمت بسبب الإجهاد يخفض ضغط الدم يقول بعد معدل ضغط الدم مباشرة بعد جلسات العلاج التي بكى خلالها المرضى تنخفض يؤثر المقنيز على الحالة المزاجية والدماغية فالبكاء يقلل من المقنيز يطرد السموم ويطهر الأن طهر الأن فهي لازم عقوما صاح الكثير مخاط بينزم خشمة لازم خشمة بينضف نزيل رباخت تعليق على الدراسة بعدين دكتورة ولكن دعونا ناخر فقرتنا التغذوية معنا الدكتورة فاطمة درويش أخصائية تغذية سريرية هيئة الصحة في دبي أهلا دكتورة فاطمة أهلا حياتي الله دكتورة دكتورة حبينا بس نعرف أكثر الصعوبات شيوعا بين الأفراد اللي يريدون نقاس وزنهم أوكي طبعا وعيد ناس نشوقهم يحاولون جهدهم منهم ينزلون وزنهم بس مع هذا كلها مع كل الجهود محاولاتهم عادة ما تنجح ولأسباب كثيرة منها أن تناول الأطهمة العالية بالسكريات والكربوهايدرات المصنعة والمكررة مثل النشويات الجاهزة مثلا الكيك الجاهز الكروسون هذه الأكلات التي تأثر على ارتفاع السكر الدم وتناول الأطعمة الصحية تناول أطعمة في ناس وكنتحاول أنها تنزل وزنها تنهاتك الأطعمة الصحية بسهل أطعمة تكون عالية بالسعرات الحرارية مثلا الكسطرات الدهون المفيدة مثل الأفوكادو أكلات صح صحية بس إذا كلوها بكميات كبيرة ما راح تساعدهم منهم من الزن وزنهم سبب ثاني وإضافة الكثير من الزيوت والدهون في الأطعمة يعني ممكن طريقة الطبخ تكون غلط عالية بالدهون حتى لو كانت هالدهون صحية بس ما راح بعد يعني ما راح تساعدهم هالطريقة لهم ينزل وزنهم عندنا مثلا الدهون المطنعة والمهدرجة اللي عادة تكون في الأكلاس والمعجنات الصناعية مثل يسمونها الترانس فات هايدروجينيت فات هاي الدهون الغير صحية بعد تساعد في ارتفاع نسبة الدهون في الجسم وعدم نزول الوزن حتى لو حاولوا تعطينا أمثل لكتورا الدهون عشان ناس يستعرف هالدهون عبدا تكون موجودة في الأكلاس الجاهزة الصناعية يعني يحاولون يستخدمونهم شركات التغذية علشان تحافظ على شكل الطعام والطعام يكون أحسن حتى تتحمل الحرارة لشكل حرارة أعلى فعشان تبي فضول أنهم يستخدمونها في الأكلات التي تكون عادة مبفرش تكون لمدى أبعد يعني ممكن تتخزن لفترة طويلة الكيك الجاهز الأشياء سريعة التحضير هالأشياء عادة تكون عالية هالنوع من الدهون فلازم نتجنبها نحاول نأخذ الدهون النباتية مثل زيت الزيتون أو زيت الكنول عباد الشام نبتعد عن الدهون المصنعة وفي بعض أسباب أخرى مثل عدم ممارسة الرياضة بشكل صحيح يتركز على نوع معين من الرياضة التي يحرق الدهون وما يفكرون في بنون العضل فنحن نحاول دائما ننصح المراجعين أنهم الذول الوزن يحاولون يكون فيه موازنة بين أنواع الرياضة يكون فيه رياضات لحرق الدهون الرياضات الثانية تحافظ على نسبة العضل في الجسم لأن إذا الإنسان أو شخص كان عنده نسبة عضل كافية في الجسم هالشيء بعد يزيد من عملية الإيض والجسم يحرق بشكل أفضل الدهون وعدم تناول كميات كافية من الألياف الموجودة بالخضروات الفواكه بالحبوب الكاملة وبعد هالشيء يكون سبب من الأسباب عدم أخذ قصد كافية من النوم في الليل هالشيء يأثر على الهرمونات في الجسم الهرمونات اللي الهرمونات اللي تزيد من الشهية ممكن ترتفع إذا الواحد كان نوم عنده متخربط والقلق المزمن لأن القلق المزمن يمكن يأثر على أسلوب الحياة وحتى نمط الغذائي للشهر يمكن يتربط لأن يحاول حتى أكل ما يكون على الواحد يحاول يختار أكلات غير صحية عشان تشبع مثلا لوقت أطول وأهم شي دكتورة فاطمة أنهم يستشيرون خصائية التغذية السريرية بالنسبة لما خصائية التغذية هما الأقدر على رسم الخطة التغذوية لكل مريض نحن شكري لتش اختفاط مدرويش خصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي وإن شاء الله بتكون لنا جلسات قادمة وبالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع شكرا جزيلا لتش شكرا دكتورة فاطمة إذا ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله عندنا مداخلة عن مركز زبيل التبرع بالدم هذا المركز في بعض الشغلات الجميلة اللي نحن ما نعرفها وما نتعرف عليها مع الدكتورة ميرو أوف فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر قناة وإذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة يا سلام عليك شاطرة دكتورة حافظة شكرا ماشاء الله زي موجودين بعد على نور دبي موجودين بعد كذلك مع الأحساب نور دبي كنا المفروض نتكلم عن التبرع بالدم ولكن بتكون معنا إن شاء الله دكتورة أسعاف من زين قبل لتدخل الدكتورة بس خبريني التعليق السريع على الدراسة اللي قريناها مالة الدموع أوكي طبعا الدموع أو البكاء من تقريبا تسعة لعشر دمعاء ينصحون فيها يوميا دكتورة قبل الأكل بعد الأكل مو بيوميا طبعا عادة النساء هم أكثر بكاء من الرجال وخاصة عنا في مجتمعنا الرجل يعني يأخذها من ناحية أنه عيب أنه يبكي بس الدراسة تقول أن يعني الواحد ممكن شوي ينفس عن نفسه بس نحنا ما ننصح أنه يعني هاي تكون عادة هي مجرد تنفيس عن شعور أحب تصحين أنت دكتورة ساعات طبعا طبيعي يعني حرما لازم بس طبيعي نحن نتأثر بسرعة يوم الصغار يربون لا تصيح أنت ريال هل أنت تشوف أنها شي يعني ينتقص من رجولة الرجل أنا حس عادي لا أنا صراحة يعني أين تدمع ممكن يعني الإنسان آخر شي عنده مشاعر صح سواء يعني نساء أو الرجال أنا حس عادي ما ينتقص من رجولة الرجل والله أنا بأخذ رأي الدكتورة أسعاف دكتورة أسعاف حسن غازي استشاري جراحة وجراحة هاي شو دكتور ما أعرف تكره العامة الجراحة العامة طبعا الجراحة الثدي الجراحة الثدي نعم رئيس قسم الجراحة العامة دكتورة أحب أرحب دكتورة أسعاف طبعا دكتورة أنا يعني شهاتي فيك مجروحة دكتورة أسعاف عضوا معانا في حملة الأمل من ثلاث سنين نعم ومشاركة كذلك في الحملة ومن أكثر الفقرات نشاطا في الحملة جميل يعني كل الحضور يحبون يكلمونها ويسألونها دكتورة أسعاف نحن لأننا دائما نستعنس لما نستضيفة كمية كبيرة من المعلومات المهمة اللي نحن ممكن ناخذها بشكل كبير دكتورة ولكن قبل ذلك أنا سألت سؤال هي لفت على السؤال شو راج أنت موضوع الدموع دكتورة الله أول شي أشكركم جزيلا شكر لهالاستضافة وأشكر الهيئة الصحة أنا اختارتني أتكلم في هذا الموضوع البكاء فيه صحة أنا عن نفسي لما أكون متضايقة أصيح فعلا لما الواحد يصيح يحس أن ثلاثة أرباع الثقل اللي فيه اختفى ويرجع عادي طبيعي كأنه ما استوى أي شيء فالبكاء صحة فعلا يعني اللي ما يبكي خسران فعلا نزيل بس نحن ما نشيت جعوايد على البكاء دكتورة أقطعيني أقطعيك أقطعك فيه شيء مرضاي دايما لما أخبرهم يعني أقعد معاها وأكلمها عن أنه هي مصابة فطبعا أخذ معاها وقت يمكن ساعة طبعا بس تبكي فأنصح أقول له صيحي روحي البيت في الليل السيادة صلي الصيحي قدر ما تقدرين لأن الصيح هذا طاقة سلبية كل ما تصيح ويطلع منها الطاقة السلبية هنا يبقى تتقبل العلاج وهي بنفسيتها أحسن نحن في العلاج يكون المناعة مرتفعة جميل فهذا شيء يعني دكتورة قولينا من تجربتك يعني طبعا تتعامله مع ناس شخصياتهم مختلفة فشو تحسين في حد مثلا ما يبكي يكون شو الوضع شو الأثر العلاج عليه إذا هو كان جامد يعني أو ما يبكي أو ما يطلع مشاعره شوفي حسب خبرتي يعني الفترة هذه كلها معظم النساء حد اللي كانت قوية يعني تحس بينا أنت هذه برضو تصيح كانت تصيح وأنا يعني لما هي تصيح أنا أشجع أقولها صيحي أبغيت تصيحي جميل عرفتين أنه ينفس عن الواحد دمعة الرجال صعبة ما تنزل لأي سبب هنا يقول كلام سليم أنا صراحة أتفق معه أنا أخت الدكتورة أسعاف وأنا أحبها وايد لأنها كل بس أنت كل بس أنت هي أم وصديقة هي أم وصديقة هي مو بس مو بس هي أم وصديقة دكتورة أسعاف كلهم يعرفون تحبونه الحمد لله طيب دكتورة خلينا ندخل في موضوعنا رئيسي الآن نحن نتحدث عن سرطان الثدي وهذه الحملة البارحة تطرخنا للموضوع بشكل عام ولكن الآن ما نتكلم عن سرطان الثدي أول شي خلينا نعرف الناس بموضوع سرطان الثدي وبعدين ما ندخل في الأسباب والأعراض والوقاية تفضلي دكتورة سرطان الثدي يعني أصبح منتشر بطريقة عشوائية وفي السابق كان يصيب النساء المعمرات من السبعين والثمانين بس حاليا أصبح السرطان منتشر في الفئات الصغيرة من النساء في خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو خمس سنوات أصبح في سن الثلاثين إلى الأربعين خمسة وأربعين نلاحظ السرطان بكثرة أو بفئات هالعمر يعني السرطان أصبح مثل انفلونزا مثل الكبد الوبائي مثل أصبح بس المهم أن مريضة السرطان تعرف أنه فيه علاج وهذا المهم جدا لأنا وصل المعلومة أنه صح انصبتا بالسرطان ولكن فيه هناك علاج وعلاج ممكن يتم أحيانا للعلاج إلى 99% أنا ما بقول 100% لأنه كمال لله دائما أنا أقولهم هالكلام لكن فيه علاج الحمد لله فالمريضة اللي تحط في بالها أنه انصابت بالسرطان وأنها بتتعالج لأنه فيه علاج هذه بإذن الله تعالى فعلا تتعالج السرطان عبارة عن خلايا موجودة في جسمنا ولكن هذه الخلايا تنمو أو تنقسم عشوائيا يعني الخلية في الجسم الطبيعية تنقسم إلى خليتين أربع ثمان بهذه الطريقة لكن السرطان أن الخلية نفسها نتيجة تخربط في الـ DNA وتخربط في نظام الخلية نفسها فتنقسم عشوائيا من 2 إلى 7 إلى 10 إلى 20 فهذا يؤدي إلى تكون الخلايا السرطانية نأخذ دكتورة مداخلة من الأخراشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخوة راشد أهلين صباح حظوظة عليكم على جميع مستمعينكم وعفاقكم من برنامج حياك أخوة راشد حياك الله يرحم والديك في البداية نشكركم جميعا على جهودكم طال عمرك لكن بالنسبة لتطعيم سرطان الثدي هذا قبل تقريبا 20 يوم أو شهر لحظة لحظة راشد تطعيم سرطان الثدي ما أدري والله أظن كذلك يعني لأنه قالوا بيسروني في المدارس حدنا لا لا هذا موضوع ثاني سرطان الرحم سرطان الرحم آه يمكن هذا يمكن حفوا أنا تأخذت عليه الأمور لكن اللي سمعت أن كان في ثورة في الصين أو في اليابان تطعيم هذا مؤثر فما أدري مدى صحة الكلام هذا تسمع الإجابة إن شاء الله الله يخليك وحتى لو باتشبهون بعد سرطان الثدي حاضرين ما نتكلم عن الوقت شكرا لك أنا بس لموضوع سرطان عنق الرحم دكتورة أنا بس أريد أن أتكلم هنا يا جماعة الخير هذا يقتل دكتورة عندك النسبة اللي يقتل فيها النساء حول العالم نسبة كبيرة أنا أتذكر كانت عندي الأرقام ممكن أن يبلك إياها الآن في تطعيم لهذا السرطان أثبت هذا التطعيم أنه يقلل من الإصابة بسرطان عنق الرحم ولما الوزاري زاه الله خير توفر هذا التطعيم لوقاية وحماية بناتنا من الأمراض أنا أعتقد هذا شي جميل الإلزامية كانت حول توفير هذا التطعيم بالمجان لمزودي الخدمات الصحية كان هذا الخلاف في الموضوع ولكن التطعيم فيها توصيات عالمية منظمة الصحة العالمية توصي بها يعني أنت في النهاية أنت تختار في حد من الناس ما يبغي يأخذ تطعيمات معينة دكتورة تطعيم الشل الأطفال ما يبغي يأخذ يقول والله التطعيمات مبزينة في حين أنه التطعيم هذا قضى على أمراض كانت قاتلة في السابق أنا أخذ لستعليق سريع على هذا الموضوع ما نرجع لموضوع السرطان الثالي أنا لم أتخصصي ولكن عندي فكرة التطعيم يختلف التطعيم في الأطفال إجباري لتفادي الأمراض لازم الطفل من الشهر مثلاً إلى العشر سنين لازم تطعيم ما لهذا التطعيم الذي على الكبر في سنة العشرين أو ثلاثين هذا راجع للإنسان يبغي يطعم يعني نحن نوضح أن هذا التطعيم فائدة وليه أضرارك تجد ونوضح أنه وقاية دكتورة وقاية للفتيات مستقبلاً للواحد ما يعف شو يستوي شو يستوي بالضبط فعشان شي يعني هو يعني متاح للجميع لكن اللي بتكلم عليه أنه ما للأطفال هذا اللازم إجباري حتى يعني بدرجة أنه كنت أنا فترة في ألمانيا إذا الأهل ما يبن ويطعمون الولد أهم يروحون من الغصب يطعمونه لأنه هذه علاج ووقاية للطفل لكن الكبير هذا هو مخة مثل نقولنا مخة فراسة يعرف خلاصة راجع لي يعني بس نحن نفاهم مثل ما قلتين نفاهمه أن هذا وقاية وهذا فالأمر يرجع نرجع لموضوعنا دكتورة بخصوص السرطان الثدي حبيت بس أن تقولي لنا من هو الأكثر عرضة من النساء لمرضة السرطان؟ شوفي يعني الأكثر عرضة الأكثر عرضة اللي هما النساء اللي تحت الاسترس هذا أنا اللي اكتشفته من عشرتي مع مرضة السرطان وخبرتي وياهم يعني في الأول الأخير أنا شوف المريضة ما عندها عائلة ما عندها سكر يضغط شغلها يعني ما عندها أمراض أخرى ممكن تساعد مثلا تكون مرضا عيالها رضاعة كاملة ما ماخذها حبوب منع حمل اللي ممكن تساعد إن المرض ينبني على هالأسات ما في غير الاسترس في الشغل أو يكون مثلا في البيت أو إنه ميت لها حد فهذه المشاكل المستمرة ففعلا ثبتت الدراسة إنه خمسين بالمئة من الحالات ممكن تكون من حالات الضغط النفسي طيب دكتور نحن نطلع فاصل بعد الفاصل نكمل أيضا الأسباب والأعراض والوقاية من مرض سرطان الثدي مع الدكتور إسعاف حسن غازي استشاري جراحة وجراحة الثدي أيضا رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي فاصلوا وراجعين صحة وسعادة حياكم الله في برنامج صحة وسعادة من إذاعة نور دبي نرجع نذكركم بس برقامة التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة المسجات على ستة على أربعة صفر صفر ستة نرجع بيد دكتور إسعاف دكتور إسعاف حابين بعد بس تخبرين للمستمعين بالتوصيات أو متى أي عمار يبدون يسوون الفحوصات وشو الإجراءات اللي لازم يتبعونها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نحن دايما ننصح كل الحريم من سن العشرين إنها لازم تفحص الفحص اليدوي هذا أولا الفحص اليدوي معناه تفحص هي نفسها ممكن في كل شهر أو تروح للطبيبة اللي هي الفاميلي فيزيشن شو نقول عليها؟ طبيبة العائلة طبيبة الأسرة طبيبة الأسرة تفحصها شهرياً أو كل ستة شهور على حسب مقدرة الحرمة هذا الفحص العام بعدين ليه على الفحص اللي هو الإلزامي الحرمة يمتبلغ سن الأربعين هنا لازم تسوي الفحص المامو جرام مع الألترا ساون هذا عن سن الأربعين لازم كقاعدة أساسية كل حرمة تبلغ الأربعين لازم تسويها المامو جرام في السامق كانوا يعتبرون سن الخمسين بس لما وجدنا أن الأمراض زيادة تنتشر في السن اللي هو من ثلاثين إلى خمسة وأربعين أو الخمسين فنزلنا عشر سنين فصرنا الفحص الروتيني أو اللي هو نسميه الاستكشافي على سن الأربعين تسوي كل كم دكتورة؟ الأول واحد تسوي إذا تطلع طبيعي نورمال ما فيه شيء فنسوي كل سنتين أو ثلاث سنين إذا الفحص الأولي يعني شفنا فيه مثلا أكياس حميدة ألياف حميدة تكلسات حميدة يعني فيه تغيرات في الثدي هنا لازم نسوي على الأقل يعني في الأول فترة ثلاث سنين الأولى كل سنة وبعدين إذا شفنا ما فيه شيء أو مثلا نختفه الأشياء أو هذا إذا ما أختفت وظل عندها بناء اللي نسميه يعني الأورام أو الألياف الحميدة معناها سنوية لازم تسوي الماموغرام بالإضافة لهذا نحن دايما يعني خاصة نحن عندنا في مستشفى دولة هيئة الصحة ما نترك المريضة مثلا ثلاث سنين عساس أن الماموغرام بعد ثلاث سنين ونخليها ثلاث سنين في البيت المريضة بعد يعني قولك خلاص قالوا لي ما فيه شيء لا لازم كل ستة شهور تروح طبيب العائلة يفحصها ويسوي لها الألتراساون لأن الألتراساون وإكتشفنا فيها من بدينا نسوي الألتراساون اكتشفنا أورام سرطانية بعد إشار عنكم في المقاصات بسيطة جدا من المليمترات يعني خمسة ملي ستة ملي هذه اكتشفناها بالألتراساون اللي كانت ما تبين بالماموغرام آه أوكي هذه مسألة خطيرة دكتورة أيوة فعشان شي ننصح المريضة دايما كل ستة شهور تكون فحصها بالسونار ولم تكمل السناء إذا كانت ديو أن تكمل الماموغرام تعمل الماموغرام الاثنين مكملين بعض الماموغرام والألتراساون أيوة فهذا سن الأربعين إذا المريضة مثلا عندها حد في العائلة أمها خواتها مصابين أو هي نفسها كانت مصابة بالسابق بأي سرطان آخر أو حتى بسرطان الثالي هنا ننصح أن فحصها أبدر من العمر الأربعين يعني حوالي الثلاثين أوكي بس مثل ما قلت حتى لو المريضة ما فيها ولا شي من سن العشرين الفحص لازم يعني نحن نروح المدارس نروح الكليات نروح حتى الدوار الحكومية نعلم المرضى كيفية الفحص اليدوي الذاتي خبرين عن الفحص الذاتي أحيانا يعني في بعض الأعراض التي تطلع بالنسبة للفحص الذاتي منها ممكن تكون إفرازات من الثدي نعم كيف الواحد يفرق أن هذه إفرازات طبيعية أو الإفرازات تكون مثل أول شيء قبل أن نتكلم نتكلم متى الفحص الذاتي هذا متى يستويه فلازم المرأة تسويه دائماً في اليوم الثامن أو التاسع إلى العاشر من الدورة يعني من أول يوم الدورة تحسب هذه لأن هناك نساء بعد الدورة لا من أول يوم يحسبون من أول يوم فتأخذ اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر وتفحص حتى هذا الوقت يعني الأفضل يسوي الماموغرام والألتراساون حتى يتسويه في هال لأن الصدر يكون بحالة طبيعية ما يكون متعرض للهرمونات في الجسم أثناء قبل الدورة أو أثناء التوويض طيب هذه إفرازات طلعت في شغلات في ساعات بقع مثلاً طبعاً طبعاً نحن مثل ما قلنا أول مرة لما تفحص أول فحص تعتبره فحص تشييكي يعني أن تعرف شو الطبيعي عندها وشو مو طبيعي المرات اللي براها لما تفحص تشيك تشوفه إذا فيه إفراز الإفراز من الحالة ما ممكن يكون من الحال المتين أو من حالة ما إفراز لون أبيض أو أصفر أو مثل المادة الجبنية أو اللبنية هذا إفراز طبيعي نسيج تغيير هرموني نحن اللي نتخوف منه أو الإفراز اللي نحن نخاف منه أو المريضة لما يشوفه يروح للدكتور على طول هو الإفراز اللي يكون بلون الغامج مثل الشاي الأحمر أو دم دم لكن يكون إفراز بروحه يطلع بدون أي تدخل من المريضة إفراز يعني مستمر اليومين ثلاثة من جهة واحدة هني هذه العلامات اللي المفروض المريضة تروح على طول للدكتور أحياناً ممكن يستوي تقول المريضة والله طلع لي اليوم قاعد دم وبس وباختفت هذا ممكن يصير ممكن تكون المريضة نامت غلط على صدرها أو أن تلعب مع عيالها ضربوها وهي ما تتذكر بعد يومين ثلاثة طلعت نقطة الدم فنحن ما نعتمد على الإفراز الطاري اللي يعني اللي شو نسميه نييف ساعة وروح لا الإفراز اللي الدم أو الغامج يكون بروحة كذا يوم وراء بعض من جهة واحدة من جهة واحدة أي من مكان واحد بالذات حتى يكون من يعني سبحان الله نحن عندنا في الحلم يكون في قنوات حليبية من 10 إلى 12 قنوات يطلع تحاصيله يطلع من قناة واحدة بيّن شي يطلع لهذا فهذا لازم المريضة تروح تشيك على طول أوك أوكي مستمعينا إذا كان من جهة واحدة لازم الوحدة تتجه للطبيبة من جهة واحدة بهذه الأسراث بالألوان باللون الدم أو الأغامج الأخضر أو الأحمر واستمراريتها واستمراريتها كذلك دكتورة شو أهم الأعراض اللي لازم هي تنتبه عليها غير الإفرازات غير الإفرازات وهي طبعا تفحص نفسها مثل ما قلنا في هذه الأوقات تحس إذا فيه كتلة أو لا طبعا هنا نحن نعلم البناعة أو الحريم الكتلة اللي هي تكون حميدة والكتلة اللي تشك فيها الكتلة اللي تحسيها تحسيها مثل التيلة تحت إيدي تتحرك يمين يسار هذه يعني أغلبها أنها تكون كتلة حميدة مثل الألياف اللي تحصل في الثدي في الرحم هذه نسميها ليفة في الثدي لكن الورمون اللي نتكلم عليها تكون شوية متين تحسيها شوية يابسة وماسكة في الثدي نفسي يعني ما قاعدة تتحرك أيضا لما تحسي الملمسها تحسيه أنه متعرج ما ناعم ما بأملس من برع شكل الثدي يتغير دكتورا؟ لا شكل الثدي ما يتغير إلا في حالات المتأخرة من الثدي اللي نسمي عليه نسميه السرطان الالتهابي هذا السرطان الالتهابي الثدي كامل يكون أحمر ومورم وفجأة شيء يستيبه أحمر ومورم ومنتفخ وما في ألم على الفكرة لأنه في فرق بين التهاب الثدي اللي هو الخراج وبين السرطان الالتهابي السرطان بالعادة السرطان بالعادة ما في ألم الألم دائما يكون شيء ما يخوف أنا خارج الموضوع بس لأن هذا المسج بقراء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتكم لنا منتخب الإمارات لأصحاب الهمم 48 لاعب ولاعبة في بطولة آسيا البارا أولمبية في جاكرتان نحن نتمنى لكم التوفيق أنا بس بعد خارج الموضوع وموفقين دكتورة دكتورة فيه وائد بنات يقولون نحن نحس في أشياء تحت إيدنا لما نحاول نفحص نمثل كتاب صغيرة صح بس نوضح لهم طبعا الصدر مكون من فصوص حليبية خاصة لما يكونوا بنات صغيرة يعني في العمر تحت الأربعين لما تتحس تحس أنه فيه كتل وهذه هي الفصوص الحليبية الطبيعية للجسم حتى بعض من أموات يتقول لي أنا حسيت في بنتي فهذا طبيعي جدا الشيء اللي غير طبيعي لما تنتفحصين حسيت كتلة في جهة معين نحن نقسم الثد يعني الربع الأول ربع العلوي ربع الثاني السفلي ربع الثالث الداخلي أربع أجزاء أربع أجزاء أو بالساعة نحسب بالساعة فتين تحطين إذا فرضنا في الجزء العلوي حطيت حسيت هذه الكتلة اللي يقولون عليها أروح الجهة الثانية نفس المكان العلوي على برا وحط إيدي في الجهة الثانية إذا حسيت نفس الورم هذا الفصوص الحليبية مالتي لأنه نادر يعني ما شفت أنا خلال الفترة ولا حتى في الانترناشنال أنه طلع ورمة في نفس المكان في الصدرين في نفس المكان ممكن يطلع في الصدرين بس ما يكون في نفس المكان ممكن واحد يكون فوق في اليمين وفي اليسار تحت مثلا طيب دكتور قلنا أن السرطان هذا ليس مختصر فقط على النساء ولكن يصيب الرجال طيب هذه العراض هذه تنسحب على الرجل كذلك ولا تكون فيه أعراض مختلفة يجب أن ينتبه لها الرجل لا نفس الأعراض الفرق يعني الرجل كمية الفصوص الحليبية أو كمية خلايا أنسجة الثلي بسيطة جدا مقارنة بالحرمة الحرمة أكثر لأنها ترضع ويستوي حليب عنده وقليل الرجل يكون عنده بس شيء بسيط جدا مجرد ما يستوي يعني ورم أو يحس فيه كتلة يحس مثلا أن الحلمة دخلت على داخل وأحيانا ممكن يستوي إفراد نفس الأعراض التي تستوي عند الحرمة تستوي عند الرجل لأنه هو سرطان واحد في الحرمة أو في الرجل بس النسبة تختلف يعني نسبة الرجال قليلة يعني عشرة لحين صور لكن في الحريم أكثر بس طبعا أنا مريد أخوف الرجال أنه مرات يستوي انتفاخ في كل فجل فيه رجال ما يعرفون يعني نحن لما بدأنا الحملة فيه رجال ما يعرفون أن هذا الشيء ممكن يصيب الرجل نحن نحن نرفع وعيهم أن هذا ممكن يصيب الرجل خاصا إذا كان فيه في العائلة إذا الأم انصابت مثلا أو الجدة لأنه دائما في الوراثة يعني مثلا إذا الأم الجدة انصابت إذا بتنقل بتنقل لأبنائها وممكن يكون حتى لولدها يعني يعرفتي فهني لازم الواحد يأخذ هذا طيب أنا أبغي السؤال الحين يمكن أنت ذكرتني المرأة أعلى النسبة ما بين الرجل والمرأة يعني المرأة أعلى ولكن بالنسبة للمرأة إذا كانت حامل أثناء الرضاعة أثناء هذه الأمور كلها دكتورة أبغي يعرف هل فيه نسب كبيرة ممكن للإصابة أو أن الحامل لازم نسوي أشياء معينة عشان تقي نفسها دائما نقول أن الحمل ذاته والرضاعة من الأسباب التي تقي وتقلل نسبة السرطان بس هذا ما يمنع أنه ممكن تصاب والإصابة إصابة السرطان أثناء الحمل أو الرضاعة يكون وائد صعب باكتشاف الورم وائد صعب ليش؟ لأن أثناء الرضاعة وحتى الحمل يعني المريضة لما تفحص ما تقدر تحس حتى الدكتور هناك تغيرات في الجسم صاهرة تغيرات في الجسم وزنها يزيد وزنها يزيد بس أنا قزع ككتلة ما تروم تحسها يعني وهي صغيرة حتى إذا تصورت ممكن يكون فيه تعارض بين الغلدات الحليبية اللي استواته بين فما نروم فيكون وائد صعب إلا فعلا لما يتكون لما تتكون الورمة السرطانية وتكون فعلا حوالي 2 سنتي أو 3 سنتي تبرز يعني فعلا وأحيانا سبحان الله يعني هو بالتوفيق وبالمقدرة الطبيب الأشعة أو الطبيب اللي يفحص أن يكتشف ممكن اكتشفنا أورام تكون صغيرة جدا يعني بحوالي 1 سنتي و 1.5 ترى هاي ليسوون ماموغرام الحوامل شوفي إذا كان 6 شهور أو 7 شهور فوق نسوي ماموغرام حتى نعطيهم كيماوي سيف جدا إذا كان في 3 شهور الأولى هنا لا أصلا إذا اكتشفنا أنه عندهم سرطان في 3 شهور الأولى المفروض ننزل الحمل وطبعا بعد نزيل الحمل نبدأ بالماموغرام بالعلاج ككامل ترى السؤال وايد ننسأله دايما الماموغرام يضر الفحص نفسها يضر هو عملية فيها ضغط شوية نخبر الناس صح هو عملية بس الحين الماموغرام نفسه الجهاز طور ويد عن زمان بس هو ويد ويد خفيف جدا ما يعني هاك الزود اللي كان قبل فعلا كان قبل فعلا مؤلم الحين أخف ويد أنت بتقوليني ممكن لأ أنا جربت على الفكرة عشان أحس بمعاناة المرضى لازم أجرب أيوة طبعا فجربت الماموغرام لما كان قبل عشر سنين والحين فعلا فيه اختلاف جدا في الفرق عبارة عن ضغط تتعرض لي الحرمة لكم من جزء من الأشعة ولكن هذه مرة واحدة يعني في السنة وأصلا تختفي خلال 24 ساعة نحن نتكلم على تعرض الأشعة اللي هي مثلا الأشعة اللي كل يوم كل يوم أشعة مثلا لما يكون واحد عندك كسر في الرجل أو ما دري وين يقوم يسوي لك كل يوم أشعة مرتين ثلاث أربع خمس أو الإشعاع اللي هو العلاج بالإشعاع العلاج بالإشعاع ممكن يكون سبب من أسباب السرطان لكن الماموغرام ما فيه تأثير ويد هذه أم محمد كانت تسأل إذا كان فحص الألترا ساوند يبين وجود أمراض سرطانية لماذا يتم استخدام الماموغرام اللي يسبب ألم أثناء الفحص هذا سؤال جميل جدا أنها سألتها وأشكرها أشكرها على نختصر في الإجابة أنا في بدايتي قلت أن الماموغرام والألترا ساوند مع بعض مقرونين مع بعض الماموغرام فيه تكلوسات اللي هي ممكن تكون تكلوسات سرطانية لا يمكن رؤيتها بالألترا ساوند والعكس والعكس فيه أورام صغيرة بالمللية ممكن نشوفها في الألترا ساوند ولمن نشوفهم في الماموغرام فهنا لازم نحن نقرر نقرر الإثنين مع بعض لما نكتشف أي مرض يجب أن نكتشف وإذا لم نكتشفنا ونبغي نسوي بيزلاين يعني أن نفحص المريضة كفحص لازم الماموغرام لأنه ممكن نسوي لها ألتراساوني يكون عندها تكلسات ما اكتشفها غير بعدين لما تسوء حالتها يعني طيب نحن دكتورة قبل لأختمعات عندي أقل من ثلاثين ثانية كلمة أخيرة تبغي توجهينها أول شيء أوجه الكلمة للزملائي اللي هو أنتو شكرا على هذه الاستضاءة ثاني شيء أوجه كلمتي لمرضاي مرضى السرطان عامة أنا أحبهم جدا وأنا علاقتي فيهم جدا يعني صداقة ثالث شيء للشعب أو للجمهور النسائي والرجالي كمان الفحص مهم جدا اليدوي ثاني شيء إذا اكتشفت أن فيه ورمة والدكتور والدكتور الموثوق فيه قال أنه لازم أعمل عينة المريضة المفروض ما تتردد أن أعمل عينة لأنه يعني فعلا يعني بيحدد مصير العلاج فالعينة للأسف كلنا تقولك العينة تنشر المرض لا العينة ما تنشر المرض ما تنشر المرض أبدا بالعكس العينة تساعد في تشخيص المرض وسرعة العلاج شكرا لك دكتور إسعاف حسن غازي بارحمة استشاري جراحة وجراحة الثدي ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي في هيئة الصحة بي دبي نحن شاكرين لك تواجدك ودائما نسعد باستضافتك شكرا جزيلا أيضا مستمعينا خاصة من النساء اكسري حاجز الصمت واكتشفيه وانقذي حياتك هذا المختصر بالنسبة لي سرطان تدي نحن في هذا الشهر ما نركز على سرطان تدي لأنه عندنا الكثير من الحملات اللي ما نتكلم عنها عموما في ختام الحلقة شكرا لك ميرا لغفلي مشكورة ما قصرتي اضحكي ميرا بتسمي شكرا ميرا وأيضا كل الشكر حق عيسى سبيل بخرجنا والشكر لنور نزال معدة الحلقة شكرا لك دكتورة ميسون الشعالي رافقتنا في تقديم هذه الحلقة وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي